السلام عليكم. ازيكم يا مانية؟ ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا خير. اهلا وسلام بكم في القناة. نهارضا ان شاء الله نعمل مع بعض الاختراع اللي قدامكو ده. انا بصراحة شبت الوصفة على الفيس. فحبيت ان انا اجربها. انا شفت في مربة بطيخ ولكن شور البطيخ. اه ولكن استغربت شوية. بس انا من الناس اللي بحب اجرب قوي. ولكن جربتها بطريتي. اه حبيت ان انا اجرب اخذ التجربة. هقول لكم عاملة ازاي? طعمها عامل ازاي? تستاهل ان انتم تجربوها ولا لا اه هتشوف طريقة بس بطريقة صحية. يعني اعايز اقول لكم طريقة كويسة وصحية. انا ما عملتهاش غير برضو لما شفت الفواد الكترة جدا 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 لكشور البطيخ. طلع له فواد فعلا كترة جدا جدا. مع نفس في نفس الوقت كمان هقول لكم انا ليه بقول لاصحاب الضغط حذروا. هقول لكم ده كل ان شاء الله بإذن الله في الفيديو. نصلي على الرسول وندخل في الفيديو على طول. الله يو سهلين. بص يا بنات. بصوا كده يا حبابي بان سامي بسم الله وندخل في الوصفة على طول. انا معايا كشور بطيخ كده. اشرة بتاع البطيخ. انا جبت بطيخة واخدت القشر بتاعها بس مش قشر البطيخة كله. الامانة اللي قدامكم ده هو ده اللي نستخدمته. تقريبا نص البطيخة اخدت نص القشر بتاعها وربعة البطيخة بالبطيخ اصلا. بالبطيخ الاحمر اللي هو البطيخ عادي خالص اللي مليان مياه اللي بنكنه ده. اخدت واحدة كده. ايا رب واحدة كده. كاملة. علشان تدينا لون حلو قوي وعشان تضيف لنا كمان في القيمة الغذائية. انا طبعا اخدت بقى خلاص شلت بقى القشرة بس الخضرة دي خالص لان دي ناشفة مش محتاجينها. وخلوا معاكم يا بنات البطيخ زي ما انتم شايفين كده. يكون الكشور بتاعت البطيخ فيها يكون فيها حمار معاكم شوية. يعني من البطيخ كده كيمة غذائية زي ما قلنا. وعشان تاخدوا لون حلو زي اللي شفتوا في اول الفيديو. انا معايا ايه? رشة ملح. حبهاني اللي هو الهل والقرنفل. اما بصراحة نسيت خالص. استخدم عود ارفة. وده الحاجة اللي انا برضو اللي انا نسيتها تماما. بس انا بقول لكم استخدموا عود ارفة ليه? علشان يزبط معاكم سكر الدم. يعني احنا بنعمل دلوقتي مربة وفيها سكر. فلازم تستخدموا عود ارفة. لان الارفة كلنا عارفين هي حلوة قوي قوي بتزبط سكر الدم معاكم. انا جبت حلة كده وقطعت البطيخ معايا قطعة صغيرة. طبعا الربع بطيخة اللي بحاله ده. انا فصصتها كده من الحب اللي فيها خالص. وخلاص. انا معايا كبات سكر واحدة بس. على كيلو بطيخ. انا استخدمت كيلو بطيخ بالقشر بتاعه. يعني انا استخدمت مسلا يا بنات نص كيلو بطيخ. بطيخ عادي. ونص كيلو قشر. تمام كده? والقشر كان فيه بطيخ كمان. انا معايا بنات عسل كلوكوز. حد يقول لي ده ضروري ضروري جدا جدا جدا. لان انت لما استخدمتوش عسل كلوكوز. هتحتاجوا بدل كوباية السكر هتحتاجوا تلات كوبايات سكر. شايفين قد ده? فاحنا كده بنحافظ صحيا من كمية السكر الكتير قوي قوي. اه ده استخدمها كمان في انواع مربة كتير جدا. انا رفعته على النار. عصرت عصرة لمون كده معاي. ورافعته على النار. بعد ما اخد كده غروتين على النار. جبت المصفى علشان ما تتعبيش بس ان ان انت بيتخرج بقى الحبهان والهيل واي بس عب كده من البطيخ معاك خلاص. بالشكل ده. المصفى بسهل معاك الدنيا كتير وما بتتعبيش خالص وانت بتخرجي منه الحاجات دي. معايا بقى الهند بلندر. ما فيش هند بلندر عايزي خالص بالخلاط معاك. ستبي بس يبرد كده شوية. لو الخلاط بتاعك ما بيستحملش حاجة السخنة معاك. خلاص. هقولوكو ع السر دلوقتي اللي هيخلي معاكو المربة عاملة زي مربة الفراولة. فها قطع كده. انا جبت معلقتين جيلاتين صغيرين او معلقة كبيرة. خلاص. كينا غزائية عالية جدا جدا. الجيلاتين استخدموه فعلا للعظام حلو جدا جدا جدا. خلاص. شوية كده من من البرامر اللي معانا. وبعد كده هنزل بقى كمان بكيس فانيليا. هقلبهم كواس جدا جدا. انا منزلتش بمية على الجيلاتين. انا اخدت من المربة علشان خاطر يا بنات يكون تقيل معاك. مش الشكل ده يا بنات كده هوا. وهنقلبها كويس جدا ونرفع على النار. في الوقت ده بقى يا بنات. ما تطولش على النار خالص. خلي بالكم. كل ديتين قلي بيها. كل ديتين قلي بيها. الجيلاتين بيعمل ايه هنا? بيخليها معاكو بالشكل ده انت شايفينه ده. كل ما بتقعد كمان شوية بتكون فيها زي قطع. يعني كانها بالضبط مربة فراولة فيها قطع. طيب انا عايز اقول لكم تخلي بالكم من ايه? خلي بالكم من اصحاب الضغط المنخفض بالذات. يخلي بالهم جدا جدا. عشان البطيخ اصلا بيخفض الضغط. يعني الضغط الواطي ما بيكلش بطيخ الا قليل قوي. شريحة اخره. فانتو خلي بالكم. انا بقول لكم كده علشان اللي اصحاب الضغط لو في اعنا اكله منه كتير. هو 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 طعمه حل. عايز اقول لكم هي المربة فراولة تستاهل. بتفرد حلو قوي قوي. الكؤون بتاعها حلو جدا. عايز اقول لكم اللي بيحب الجزر. مربة الجزر هيعشق المربة البطيخ. هي تسعة وتسعين في المية. اللي يدقها كأنها مربة جزر. يعني هي ما تفرقش خالص. ولكن هي سبحان الله اخذ من الفراولة شوية. بس انا عند لكم بقى فكرة كويسة قوي. لاللي بقى لو في فراولة فعلا في السوء اللي كده هعملها ان شاء الله المرة الجاية. يجيب كيلو فراولة ويستخدمها كمان مع الكشور بتاعة البطيخ ومع البطيخ. الطرية خفيفة كباية السكر واحدة بس على كيلو بطيخ ما تغطرش اكتر من كده. استخدموا العسر الكولوكوس ده مهم جدا 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 جدا. بجد مهم جدا. بيخليك ما تستخدميش سكر كتير. ان هو ده كان كيلو بطيخ. خلاص? فكيلو بطيخ عايزين نص سكر. ولكن مستحيل انا استخدم صراحة نص كيلو سكر على كيلو البطيخ. لانه كده سكر كتير قوي. فانا استخدمت كباية واحدة ولكن استخدمت معيها معلاتين كبار مليانين. عسر الكولوكوس. بص يا بنات بقى. انتو شايفين فردة المربع عاملت ازاي. بشخوة الله يا بنات لأ كويسة جدا جدا. برطمارات مجفافة قوي. يعني لازم برطمارات بتاعكتك تكون نشفة جدا 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 جدا. بلاتين مطبخ كده ونشفها كويس. ونحفظها فيها. تبدل في التلاجة معاك يعني اسبوع. ستة تكون كويسة جدا جدا جدا. وعايز اقول لكم هي ما تعودش حاجة. هي بصراحة احلى حاجة. ان انا اولادي طلبوها. يعني انا بعد لما انا حطت لهم وكده صندوشات وكده. بعد شوية لقيتهم بقولوا في المربع يا ماما. فاهمين? فهي حاجة كويسة قوي. لاللي بحب مربة الجزر هيعشاءها هيحبها جدا. اوه. والملحوزة خلي بالكم اللي هيعملها ان شاء الله. بيجربها. ما يعملها في حالة جرانيت. علشان انا عملتها في الحالة جرانيت وجيت بقى وانا بضرب بقى بالمضرب. الحمد اللي اخدت باري. كنت اخرب الحالة معايا وكمان بيحمر كده. فهتعملوها بقى عملاوه في حالة ستالس. عملاوها بقى في اي حاجة بس بعدوا عن التفال والجرانيت. علشان الحالة بتقبص يا بنات الكوامل عامل ازاي? ممتازة يا بنات ممتازة جميلة جدا. بس يستخدموا عود الفة عشان انا نسيته خالص. وهي تستحق ان انتوا تجربوها فعلا. هتعجبكم اوي. هتعجب اولادكم فعلا ممتازة. بس اصحاب الضغط خلي بالكم. ما تحكموش منها كتير. اتمنى ان شاء الله تعملوها وتجربوها. بحبكم في اللي استوضاعكم الله. سلام عليكم. مع السلامة.